ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية ما زالت تلقي بظلالها على الشارع الأردني الذي تؤكد غالبيته على الدوام أنه لا فائد من مجلس نواب لا يكترث لشؤون المواطنين مؤكدين أن أصواتهم لن تغير شيئا في الوضع الراهن للبلاد لا ولا لا لا ما بتهم الانتخابات كل حكي فاضي لو إحنا اللي بنختاره بكون مزبوطه 100% ساعتها كل الأردن بتشارك بس لما تشارك على الفاضي ويطلع رأيه بالمرة وكأنك ما حطيتش حدا على الفاضي فش لو تصوط لأمين مكان بتصوط له بقول لك أنا راح أسوي لك وعمل لك كلياتها على الفاضي والله ما ظنيت أشارك في الانتخابات ما في شي بيشجع يعني لا شفنا من النواب اللي قبلهم ولا شفنا من الدورة اللي قبلها أي شي بيشجع أنك تنتخب أي بني آدم في البلد مش شارك الانتخابات فش مصدقية بد نائب هيك شكلي بيكون وأغلبه بيكون تعيين وأغلبه بيكون يعني مش ما يناحاله مؤشرات كثيرة تدلل على أن مجلس النواب القادم سيمر بمرحلة صعبة لكن على الرغم من المقاطعين للانتخابات هناك شريحة أخرى من المواطنين أبدت استعدادها للمشاركة واختيار الشخص المناسب ليمثلها تحت قبة البرلمان إن شاء الله بشارك اللي بيستحق منصوتهم ما بيستحق ما منصوتهم يعني فيه ناس ما قصرتش معنا وخدمتنا بمناطقنا منصوتهم إن شاء الله إن شاء الله ناوي ناوي يا إن شاء الله مماثل المنصب واللي بيقدم خدماته وعنده التطلعات الواسعة كلها في خدمة الجماهير وخدمة هذا الوطن إن شاء الله ما بين المشاركة والمقاطعة تبقى نحو ثلاثين يوما على موعد الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات التي ستفرز مجلس نواب جديد ويبقى السؤال الأهم حول أدائه الرقبي والتشريعي وما إذا كان سيحدث تغيراً أم سيبقى الحال على ما هو عليه أسامة بليبلي الحقيقة الدولية